اعزائي المشاهدين صباح الخير صباح يوم جديد مليء بالسعادة والسرور والفرح والنور صباح الصحة والجمال تحية خاصة وطيبة من داخل مدينة الانتاج الاعلامي من قلب استوديو قناة الصحة والجمال ولقاء جديد وحلقة جديدة مع برنامجنا وبرنامجكم طموح شباب طبعا دايما عودناكم ان في كل حلقة ان شاء الله نقدم لكم شباب عندها مواهب وابداعات جميلة ان شاء الله سنة الله في خلقه سنة الله في خلقه ان يمر الانسان على مراحل عديدة منذ ان ولد لعلها تكون هذه المرحلة البارعة ففي هذه المرحلة يستطيع الانسان ففي هذه المرحلة يستطيع الانسان ان يكتسب الخبرات وان يواجه الصعوبات وان يحقق الرغبات ويتعلم العلوم المنهاجية وليحقق الاهداف ويكون متميزا ومتفوقا في المجتمع النهاردة ان شاء الله معنا فقرتين الفقرة التانية هيكون مع زميلي الاعلامي علي محمد علي وفقرته بعنوان فن الدكور اما عن الفقرة الاولى فهيكون فقرتنا ان شاء الله بعنوان كيفية الارباح من الانترنت والمجال الالكتروني وان شاء الله هيكون معايا خبير نظم المعلومات والمسوق الالكتروني البش مهندس محمد يوسف الاسيوطي والشهير بمحمد الاسيوطي خلينا نلاحظ بظيفنا اهلا بك يا بش مهندس نورتنا في الاستوديو وان شاء الله بإذن الله نتمنى ان السادة المشاهدين يستفادوا بمجال الالكتروني وانصحح الازهان عند الناس يستخدمون انت ان انت بشكل صحيح بش مهندس محمد طبعا حضرتك متخصص في نظم المعلومات والتسويق الالكتروني وعندك خلفية كويسة جدا في المجال الالكتروني بشكل كويس عايزين نعرف يعني بدأت ازاي مجالك الالكتروني هو انا اخريج نظم معلومات زي ما انت عارف تمام وغير دراستي في نظم المعلومات انا كنت في الجيل الاول للتليفونات المحمولة كنت تاجر تليفونات محمولة وتاجر تكنولوجيا عموم كويس جدا بعد كده ابتدى يخش الانترنت المجاني وابتدى الموبايل والتسويق بيبقى بشكل اوسع كان زمان في مصر مش ما كانش بالشكل دوت كان مقصور على برة ومايكروسوفت والحاجات دي اه طبعا هو المجال الالكتروني توسع جدا وتشعب جدا في العصر اللي احنا فيه وطبعا حابين ان احنا نفيد السادة المشاهدين الاستخدام الصحيح للالكترونيات وتكنولوجيا المعلومات بشماندس محمد ازاي الانسان يعني او الشخص يربح من الانترنت بطريقة كويسة وامنة هو مش فكرة الربح بطريقة كويسة وامنة يا فكرة الطريقة المناسبة ليك لان كل واحد ليه طريقة ناسبه هو فيه طرق للربح عبر الانترنت كتير تمام اه فيه كذا رأس احنا ان شاء الله هنطول النفس في واحد منهم النهاردة والمرة الجاية نبقى نتكلم في كل مرة نخصص حلقة الحاجة من الحاجة دي اه ان شاء الله هننتناقش في كل حلقة عن المجال الالكتروني وزاي نستفاد من المجال الالكتروني بشكل صحيح لان فعلا فيه ناس كتير احنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا وكل الناس بتتجه للتكنولوجيا كالانترنت والتلفزيون والموبايل فازاي نستفاد منه بشكل ايجابي وبشكل صحيح بشمالدس محمد عايزينك تكلمنا وتفيد المشاهدين برضو عن التسويق الالكتروني والتسويق الالكتروني والتجارة عبر الانترنت هي نفس التسويق بالطريقة التكلودية بس بطرق تانية وبتستهدف يعني بتزود عدد المتابعين وبتحقق ترويجات اعلى ودول هدف اي تاجر ان هو عايز داتة كتيرة وعايز مبيعات وربحة اعلى يعني واحد بيصعب عليه بيبقى حد موهوب جدا في المبيعات والتسويق وبيعمل مبيعات في السوق الصعب لان سوق اللايف ده في منتهى الصعوبة انك انت تقني حد ببيع السلعة او تسويق السلعة او تروج لسلعة جديدة الحاجات دي كلها بتبقى في منتهى الصعوبة وبتبقى غاضط بصرك عن باب كبير اللي هو باب الانلاين دوت الباب دوت ان شاء الله لو كل التجار بيسمعونه يعني مضايع لنفسك فرصة كبيرة اللي هو الباب الاكثر ربحا الاكثر ربحا والاكثر رواجا ما انت اعلان ببلايش حقيقة فعلا لان كمان المجال الالكتروني بيناشط كل الفئات او على حسب الفئة المعينة اللي حابب تتناقش معها في الموضوع يعني مثلا حابب تتكلم عن فئة عمرية معينة فمجال الالكتروني بيساعدك ان انت تتناقش او تستهدف الفئة دي تستهدف الفئة اللي انت عايزها يعني لو انت رياضي بتستهدف الرضيين لو انت بتاع تكنولوجيا بتستهدف التكنولوجيين والناس اللي ليها علاقة بشغلك وده جمال الانترنت والتسويق الالكتروني اسرع واقمن وارخص ومن غير بروكراطية ومن غير روتين ومن غير عقبات كتير بنقابلها في السوق العادي وبمجرد ما انشأت الحساب او المتجر او كده بتشتغل على طول وتكلفة حساب على تكلفة التسويق الالكتروني بتبقى يعني حاملة ثلاث شهور تسويق الالكتروني بمقام اعلان في عمود نور يعني حدثك بتقول ان اقل ربحا يعني اقل تكلفة اقل تكلفة معذرة اقل تكلفة ولكن اكثر ربحا اكثر ربحا ورواجا وبيصل لعدد كبير من البنبور بيتخصص للفئة اللي انت عايزها يعني وبتطلع على المنافسين وبتشوف غلطاتهم وتتلافاها يعني باب كبير وجميل وممتع غير انه هو اصلا مش متعب خالص احنا عارفين زمان كان المندوب مندوب للسلعة او المنتج كان بينزل في الشوارع وينزل في الاماكن التجارية وبيعرض المنتج بتاعه ويقعد يتكلم فيه ويتناقش فيه على اساس انه هو بيسيب السلعة يمكن يجي منها ايه يجي منها نتيجة فطبعا الالكترونيات تسوقت وكمان عملت شغل كويات جدا انها بتستهدف فئات كبيرة جدا وبتستهدف جمهور كبير ويبدأ يعرض عن المنتج او السلعة فبكده يقدر يحصل على عدد كبير جدا من النتائج وعدد كبير جدا انه هو يستهدف الفئات الكبيرة بشمندس محمد يعني قلينا ازاي نفتح حساب ونستفاد منه على الانترنت على المتاجر اللي هي سوق ونون وجوميا سوق ونون وجوميا طبعا المتاجر دي من الاكثر المتاجر على الانترنت ملايين الناس في العرب بالنسبة للعالم فيه امازون وكده امازون اللي هي الشركة العالمية اكبر متجر عالمي اشترى سوق اللي هو اكبر متجر عربي جميل فونون وجوميا بيعتبروا نفس الموضوع تماما المتاجر دي بمجرد محطة السلعة يعني انت بتعمل مثلا ماركت بيليس او حاجات تانية غير المنصات بتاعت سوق ونون وجوميا بتقعد تتعب مع الزبون ومع العميل عشان تبيع سلعة في ظل انك مجرد معرضت السلعة على سوق ونون وجوميا بتبيع منها عشرات في يوميا ولو كنت مهود في السعر وعرض بشكل كويس ومصور سور كويسة بتبيع بشكل اسرع واسرع انا طبعا هي جودة التصوير وجودة اعلان المنتج بشكل صحيح ده بيساعد ان انا اعرف ابيع كويس اعرف اتعامل كويس اعرف اقدم منتجي بشكل كويس جدا لان الصورة ديها دور مهم جدا في التصويق وفي البيع هم في المنواصات دي بيوفروا لك شروط تخلي الصورة تتعرض يعني مثلا من ضمن الشروط اللي هنقولها ان الصورة تبقى بخلفية بيضة 300 في 300 ما يكونش المنتجين مع بعض تكون صورة واضحة للمنتج غير كده هم فيه طرق عرض بتخلي الترافك يزيد ان المنتج بتاعك يشاف كتير يبقى عليه رؤية كبيرة ايوة غير طبعا تبويب اللي هو تكنولوجيا الفئات تبويب الفئات تكنولوجيا سيارات اكسسورات مش عارف ايه الاقسام المختلفة لما بتخش الاقسام دي كأنك داخل في مول كبير ولا سنتر هو الفكرة عبارة عن زي مدجر كبير جدا والناس عرضة بضاعتها واقسام الفئات ديت يعني زي مثلا مشيت في اي مدجر من غير ما نقول اسمه يعني وبتخش الاول المواد الغذائية بعد كده تخش الاكسسورات ومنتجين لهم لكم علاجة ببعض بعض بعض حاجات كده وتفضل ماشي والناس عرضة منتجاتها وفيه حد عارض نفس السلعة بسعر كبير وحد عارض بسعر ارخص وكده جميل جدا هو المجال الالكتروني متشاعب جدا وجميل اللي يتعامل معاه بشكل كويس بشمهندس محمد تنصح ايه بالشباب اللي بيستخدموا الانترنت ان هما يستخدموا بشكل صحيح تنصحهم بايه هي برضا زي ما بقولك من الشكل صحيح ما انا ممكن اكون عايزة السلة اللي عايزة السلة ده ما عملش جريمة تفضل السلة او عايزة العب او تقريبا عدد كبير من الناس في مصر تقريبا في مصر وفي العالم يعني يستخدموا الانترنت بشكل عشوائي يعني ممكن ما يعرفوش ان فيه من وراء فوايد كويسة او ارباح كويسة هو بص يعني احنا كلنا بنعمل كده بنستخدم الانترنت بشكل عشوائي ونخش من الابليكيشن لابليكيشن واحنا مش عارفين احنا ايه اللي طلعنا من فيس على ميسنجر على واتسات بس احنا ممكن نغير السؤال ونقوله ازاي يربح للي عايز يربح ومش هنكبر التاني اللي عايز يلعب انه ما يلعبش يتفضل يلعب زي ما هو عايز لكن اللي عايز يربح في حاجة مناسبة لك تربح بيها غير طبعا يعني احنا هنرجع تاني للباب العام بعد ما خصصنا لسوق ونون وجمية والمتاجر الالكترونية هنطلع تاني ونقول ان في حد ممكن يعمل فيديوهات على يوتيوب في حد تاني ممكن يدير صفحات ويشتغل لحساب شركات في حد تاني يسوق بالعمولة لحساب بالغير في الربح عبر الانترنت ليه مليون طريقة في مثلا حوالي عشرين خمسة وعشرين طريقة لان شاء الله كل واحدة هنخصص لها حلقة اكيد ان شاء الله زي الربح عن طريق المتاجر سوق ونون وجمية والكلام دوت الطرق دي اكيد فيه واحدة مناسبة ليك يعني اكيد فيه واحد عايز طول اليوم ينزل فيديوهات ويصور فيديوهات ده يروح فيسبوك يروح يوتيوب وانستجرام وفيه اللي عايز ينشر اعلانات كتير ده يسوق بالعمولة فيه اللي عنده مقدرة على الشير ده يعمل حاجة فيه اللي عنده مقدرة على الرد على التليفونات واسقاصة الصور والمونتاج والحاجات دي ده يشتغل لحساب إدارة شركة ولا حاجة ففيه ابواب كتير للربح لكن ده عموما بالنسبة للبيع والشراء عن طريق سوق ونون وجمية ده بالنسبة لللي عايز يبيع والبيع والشراء فيه نظامين طرق الامنة للبيع وعمليات الدفع الالكترونية دي مهمة جدا ان احنا نتناقش فيها لا الدفع الالكترونية عن طريق بنك فيه يعني انت بتبيع المنتج فيه الدفع عند الاستلام ده بالنسبة للزبون يعني بيبقى بيدفع عند الاستلام او بيدفع عن طريق فيزا انت ملكش دعوة بطريقة دفع الفلوس دي خالص انت اللي ليك دعوة به نزول الفلوس في حسابك البنكي عن طريق شركة سوق ونون وجمية مش عن طريق العميل خالص وفي منتغى الأمان يعني لان هو مدجر كبير ومش هيغمر بسمعته عشان وبعدين مش هيتعرض للتهكير والحاجات دي عندهم امان وعندهم اه يعني كمان الشركات دي بتتعامل بشكل اامن انها مسؤولة عن اي اخطاءات مثلا في الفلوس لان طبعا المعاملات معاملات بنكية يعني معاملات رسمية اه طبعا طيب دي حاجة اللي نطمن بها طبعا اللي بيستخدم الالكترونيات وكمان معروف ان اي حد بيستخدم الالكترونيات وبيحب ان هو يتعامل معها بشكل البيع والشراء ان هو يتجه للبنك وطبعا بيفعل الفيزا ولازم طبعا الفيزا تكون مدعمة او يكون لها علاقة باللي هي حاجة اسمها المدفعات الالكترونية اي لا او يستلم عليه يعني حساب عادي حساب بنك طبعا من خلال التطبيقات بيدخل ويكتب ركم الفيزا وبيتفعل حسابه فعلا تحت بنود معينة متفق عليها طبعا البنود دي بتكون امينة طبعا يعني اساسية بشماندس محمد انت عمرك 37 سنة السؤال بقى شخصي ايه قلتلي ان انت اعذب ايه سبب ان انت متجوزش لغا دلوقت عادي والله ما جاش نصيب يعني اي على فكرة اخواتي اتنين اعزاب برضو بس هي الفكرة كلها ان الواحد عنده الجواز مش رغبة اولى يعني هو ده الموضوع باختصار اول حاجة النصيب يعني معروف يعني الاجابة بتاعت الجواز النصيب لكن فيه ناس عندها الصفر الاول عندها الجواز الاول عندها الشغل الاول وتحقيق الذات والامور ديات انا بصراحة ما كانش عندي الجواز رغبة اولا دايما كانت فيه حاجة هي اللي سبقاها غير ان فعلا 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 هي القصة بقى انك انت تلاقي نفسك ما حصلش ربنا ما كرمش بس وبقولك ليه يا اخواتي واحد اكبر واحد اصغر احنا كلنا فوق الخمسة وثلاثين ربنا يبارك لك فيهم يا رب يحفظهم ويحفظ العائلة دايما ان شاء الله خلينا نتجه للفيسبوك والسوشال ميديا الفيسبوك والسوشال ميديا هو الاكتر توسعا وتشعوبا في العالم يعني لو تدخل على الفيسبوك تلاقي ملايين تقريبا ومليارات مستقيمة الفيسبوك ازاي الشاب او البنت يستخدمه الفيسبوك بشكل صحيح بدون ما يعرض نفسه لأي خطر او يعرض نفسه لمسألة قانونية نفيش مشكلة وفي المعايير اللي هي بتاعت الانتهك الحريات والشتائم والسبق والقصف والحاجات ديات هي المعايير العادية يعني هل الفيسبوك بالفعل بيتيح ان هو او بيعرض في بداية مثلا انشاء حساب بيعرض ان فيه بنود معينة لابد ان تتفق عليها ولا هو متاح لكل الافراد هو متاح لكل الافراد بس في حاجات لو خلفتها بيتعمل فيك ريبورت لو تعمل فيك ريبورت ده انك انت مثلا طفل انك انت دون السن القانونية انك انت كذا 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 شوية الشروط ديات لو خلفتها قوانين حقوق الانسان يعني قوانين حقوق الانسان بس بشكل الالكتروني بالضبط تمام جدا طيب فيه ناس برضو من الشباب ما شاء الله يعني عندهم مواهب عظيمة جدا وبيتجوا لليوتيوب وبنسبع ونسمع طبعا عن اليوتيوبر يعني ناس كتيرة جدا بتدخل اليوتيوبر وبتحصل على جواز كويسة وبتحصل على مبالك كويسة ازاي يربحوا من المجال الالكتروني في اليوتيوب اليوتيوب بالمشاهدات والاشتراكات دلوقتي فيه مشكلة الناس بتعالي منها او الشباب يعانوا منها ان هما ازاي يحصلوا على الاشتراكات دي او ازاي يحصلوا على المشاهدات لانه مش عارف يروج القناة بتاعته واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة المحتوى طول ما انت محتوىك كويس ومعنوان وعنوان كويس العنوان ده مهم جدا 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 طول ما انت معنوان عنوان كويس ومحتوىك كويس ومحتوىك طبعا بتدور على محتوى الناس بتطلبه يعني مثلا انت لو نزلت كرة أو قناتك معنية بالكرة والرياضة دي على طول هتجيب مشاهدات وطبعين واهتمت مثلا بلعيب معين مشهور بكريستيانو بكده هتلاقيه جاب فانت بيبقى لك نظرة في اللي بيخليني قناتي تفضل طول عمرها زي ما هي وقفة مكانها ان انا مخترتش لا اخترت عنوان عدل ولا اخترت المحتوى كويس ولا اخترت حاجة تصير اهتمام الناس ولا كلمت الفئة ولا بعد ما عملت ده كله حطيت اللينك في مكانه انا برضو عايز احط فيديو كورة في جروباتك كورة مش فيديو كورة في جروبات الفن اه فعلا لازم نحط كل حاجة في اقسمها اتمام علشان نقدر نحقق مثلا مشاهدة كويسة او اشتراكات كويسة وفي نفس الوقت نقدر نربح من المجال الالكتروني لكن في نقطة هل الشاب لما يجي يعمل مثلا قناة على اليوتيوب ويبدأ يشغل فيها محتوياته ويقدم فيها اعمال الفنية هل لما مثلا يوصل لنسبة معينة في اليوتيوب هل مباشرة الشركات اللي هي شركات الدعاية بتتواصل معها مباشر ولا لازم يكون فيه اجراءات بيعملها خلال الجوجل او الانترنت هم بيجولك بس انت تتوكل على الله وبتدي الاول اشتغل على نفسك كويس هي المرحلة الاولى في اي حاجة في التجارة في الانلاين في انشاء قناة في اي حاجة المرحلة الاولى دي هي اللي بتبقى صعبة شوي زي الطفل كده اللي بتقعد تربي فيه تمام بمجرد عارف انت بتشوف انت القنوات اليوتيوب وكده واليوتيوبرز دول لما بتتفرج على واحد بتلاقي الاول كان لابس لبس وحش وبعد كده تعدي كان التعويرة مش عارف عاملة ايه بعد كده راح مزبطها كان بيشتغل بكاميرا عادية وجاب الكاميرا الاحسن كان حطت قدامه مايك رخيص تطوير اه وكان ما بيعملش اعلانات وهذه القناة بيدعمها كذا وبيكتبها كذا اعرف الحاجات اللي بيغلتها فعلا فانت الاول اشتغل على نفسك واشتغل على المحتوى المحتوى والعنوان ولمنقي حاجة كويسة واشتغل على نفسك ورأي نفسك وعدي الاول اربع تلاف مشاهدة دول والالف متابع دولت وتمشي واحدة واحدة بعد شوية هتلاقيهم هم اللي طلبوك وهم اللي جابو لك الماتيريال والادوات وكل حاجة انت عايزها وتتوكل الله وشاء الله بيتم من خلال الشركات الالكترونية بيتم مجرد اعلان احنا بنعلن عليك ان احنا لو انت حابب نعرض اعلاننا عندك بيتم مثلا تحت باندي كذا كذا وفي نفس الوقت بنحط لك نسبة معينة بيرعاك ويكتب معاك عقد ولو انت كل ما كبرت انا مش عايز اقول اسماء ناس يعني كل ما كبرت كل ما كان مثلا الاول الممكن الراعي مثلا انت تكون بتتكلم في الاقتصاد يبقى راعي ليك بنك بتتكلم في التجارة يبقى راعي ليك محل كبير او شركة كبيرة بتتكلم في الفن يبقى راعي ليك شركة انتاج وبترعاك وبتكتب معاك عقد وبعد فترة فنسمع نسمع عن الشاب ده ان هو ما شاء الله كان في بداية صفر ثم تأهل لمرحلة كويسة جدا ان هو بقاله داخله كويس في اليوتيوب يعني كمان الداخل مش شرط ان مثلا اروح اشتغل شغلانة تتعبني وتريقني لا كمان انا ممكن اربح من خلال الانترنت بس بشكل ذكي ان انا اتعامل بشكل الالكتروني واعرف ازاي اجيب الربح من الالكترونيات بشماندس محمد اكيد عندك يعني فتح في مجالك الالكتروني او فتح متجر او حاجة تخص مجالك انا فتح الصفحة انا تاجر تكنولوجيا تمام وفي المتاجر اللي قلت لك عليها دي الانلاين بتاجر في التكنولوجيا واكسسوراتها وفتح صفحة على الفيسبوك وجروب وانستجرام والكلام دوت معناية بالتكنولوجيا الهارت ديسك والشاشة والاجهزة التجميع واللاب توب كل ما يخص التكنولوجيا والكمبيوتر تحديدا ببيع وجملة وقطاعي وكده تمام جدا طبعا وكان معنا ضيف حلقتنا البشماندس محمد الاسيوتي وطبعا افدنا وافد السادة المشاهدين ان ازاي نستخدم الالكترونيات بشكل صحيح ونتوق المنتج الالكتروني بشكل صحيح وطبعا فيه سلسلة حلقات للبشماندس هنتكلم فيها عن المجال الالكتروني ونصحح الافكار وان احنا ازاي نكسب من الانترنت او نربع من الانترنت بشكل كويس بدون كمان ما نعرض نفسينا لاي خطر او لاي مسألة قانونية طبعا احنا عارفين ان الشباب الشباب هم الفئة المهمة في المجتمع لابد ان ندعمها لابد ان نرعيها وان نقف بجانبها ونساندها لابد ان ندعمها بكل التدعيمات لانهم هم الذين يسعون الى تحقيق اهدافهم وكي يكونوا قادرين على تحقيق مستقبل الامة وارائهم تعتبر اهم الاراء التي لابد ان نأخذ بها في المجتمع النهاردة استفدنا جدا مع البشمهندس محمد في حلقتنا وان شاء الله يا بشمهندس نقدر في الحلقات الاخرى نتناقش عن المجال الاكتروني وكمان نتناقش عن مجالات اخرى حضرتك كان معاك حاجة كنت حابب توريها للمشاهدين انا كنت جايب الماتيريال بتاعت سوء دوتكم بس انا برضو ما اشبعتش موضوع يعني كده كده برضو اللي عايز يفتح حساب على سوء دوتكم او نونو جومي مش هيبقى استفادة للاستفادك كافية انا عايزين ندي شوية اكيد هنستكمل الحلقة المقبلة ان شاء الله هنستكمل فيها ازاي تفتح حساب على الانترنت من نون و جوميا وسوق دوتكم اللي هي المتاجر الالكترونية ازاي نستخدمها بشكل صحيح ازاي ننتج او نعرض منتجنا فيها بشكل صحيح و نطلع بفاصل و نرجع لكو تاني اشتركوا في القناة